يوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في برنامج العارف. حيث كشف الحقائق وتحليل الشخصيات. وانا احمد زكي. كرق وجه ومحلل شخصيات عن طريق عيم الفراسة. وعيم الفراس ده ان انت بتحلل شخصيات الانسان عن طريق ملامح الوجه. وانا في الفيديو ده جاي احلل شخصيات حماية البنت اللي ضربتها. وزوجها بالمرة. وهنبين سبب الاحداث اللي حصلت. والكوارث اللي احنا شفناها دي نبع من ايه? وايه الشخصيات اللي احنا المفروض نبدأ عنهم لما نشوفهم. فبسم الله الرحمن الرحيم كده من غير مقدمات من غير اي كلام كتير انا هبدأ في التحليل. وفي اخر الفيديو هقول كلام مهم شوية متعلق بالمحتوى. ومتعلق كمان يعني علامات معينة كده اول ما تشوفها اعرف ان الشخص ده يعني لا يصلح ان انت تقترب لي او التعامل معه اصلا. فالمهم. فنبدأ كده بحماية البنت اللي احنا شايفينها دي. بعد بداية كده بسم الله الرحمن الرحيم لما نجي نتكلم عن الشخصية دي اولا هنقول ان الشخصية دي من نوع اللي هو بيحب التعامل بطريقة استراتيجية. او من نوع اللي هو دايما بيبقى عنده استراتيجيات كتيرة. عنده حيال كتيرة. عنده افكار كتيرة ممكن يستخدمها عشان يوصل الهدف معين. وكمان في نفس الوقت عنده قدرة على التخطيط. ان هو يخطط يحط بلان وان وبلان تو. ويبدأ ان هو لو دي بازة يخديوها كزا. يعني بالآخر كده شخصية ممكن نقول عليها قادرة شوية او شخصية من النوع اللي هم مش بيستسلم لأي ظرف كده. الحكاة التانية ان الشخصية دي برضو تفكيرها تفكير بعيد المدى. او من الشخصيات اللي ممكن نقول بتحب ان هي دايما تفكر للبعدين. يعني شخصية مستقبلية. يعني شخصية ممكن نقول كمان طموحة. طموحة جدا عندها يعني ايه. دايما من النوع اللي هو بيحب ان هو يعني يدعم الاخرين او ان هو يساعد او ان هو دايما يحفز او يحرك الناس اللي حواليها. يعني من الشخصيات ممكن نقول سلطوية شوية شخصية عندها حرارة في ان هي تستخدم الزكاء والدهاء اللي عندها دها هي عارفة هي عارفة ان هي زكية وعارفة ان هي عندها افكار جديدة افكار ابداعية افكار ان هي تطور من المكان اللي حواليها دايما من الشخصية دي محبة لما يعني ممكن نقول محبة للتغيير محبة ان هي دايما يعني يعني الاحسن تمام? وفي نفس الوقت زي ما قلنا بقى ايه شخصية بتحب انها تخطط باستراتيجية او عندها افكار استراتيجية وما شابه. طيب كلام جميل ايه المشكلة في الشخصية لحد الوقت مفيش اي حاجة خلص? المشكلة في ايه بقى? المشكلة لما يجي نتكلم الشخصية دي من نوع اللي هو بيركز دايما مع الناس او شخصية دايما عندها يعني ما فيش حدود يعني حرفيا ما فيش خصوصية بينه وبين اي حد او بمعنى صح طالما انت صاحبتني طالما انت تعرفني طالما ما عرفش ايه? الغي الخصوصية دي عارف انت يعني اه هو الصراحة ممكن نقول الموضوع ده موجود في الارياف القديمة يعني هيام زمان شوية انا وممكن موجود مش بكثرة حاليا. عارف انت موضوع اللي هو خصوصية بتاعت الفلاحين دي لما تليه مسلا في بيت عيالة بقى وعاشين مع بعض وانت طبخ ايه? وانت اكلته ايه النهاردة? وابنك ما عرفش عمل ايه? عارف انت موضوع الخصوصية للمنتهك خالص ده هو تقريبا او يعني مش تقريبا هو بالضبط كده يعني موضوع الست تي ده قديمة مش شخصيات اللي لايمان بتركز معك. يعني عارف انت لما تبقى قاعد كده يعني مش قاعد بقى انت جاي ماشي مسلا في الشارع وليكن انت ماشي في الشارع كده وهتمر على كان بيت تمام? عشان تروح البيت بتاعك. وليكن البيت بتاعك هنا. تقعد هنا. البيت بتاعك هنا. والبيت اللي هنا ده اللي هو الرقم واحدة تمام? الست دي قاعدة قدام البيت. ايه اه غالبا الست دي وغالبا هتلاقا قدام البيت. على الفكرة الفعالة ده مش كويس خالص يا جماعة. يعني 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 عدوا يعني مش تازم تقعدوا بر البيت يعني دي ممكن نقول برضو حاجة لعلاقة بالخصصية برد. يعني المهم ان الست دي دي بقى دايما مركز بقى مع اللي رايح. واللي جاي. فلان رايح. فلان جاي. اه ده فلان بيعمل كزا? لأ ده فلان بيعمل كزا. وعارف انت بقى الست اللي التاتة العجانة اللي دايما كل شوية هتتكلم واتنين مع الناس اهي بالست بالمنظر ده كده. فطبعا يعني ممكن نقول اه اه للأسف ان انا اقول ده يعني ولكن هي الست دي اه محبوبة جدا. اه والله هي محبوبة جدا الناس كلها بتحبها. عندها ممكن قول شعبية عالية جدا باللي انا بيقول لك عليه ده. ولكن يعني ده كمجتمع بعيدا عن المنزل بتاعها او يعني العلاقات العاطفية بتاعتها. عندما ما نجي بقى نتكلم عن العلاقات العاطفية. لا في مهينة مشكلة. ايه هي بقى المشكلة? ان الشخصية دي ممكن نقول من الشخصيات العاطفية كردة فعل او بمعنى صح عندها قدرة ان هي تقلب على اي حد وفي اي وقت وباي طريقة زي ما قلت لك شخصية استراتيجية اصلا يعني بتاع فتفكر او من الاخر كده مكارة يعني شخصية مكارة. تعرف ان هي بص يعني اتكلمك حلوة وتعاملك كويس وبص واتيبلك اكل وتزباطك خالص. ولكن هي من جواها هي مشتقك. ليه بتخطط لك لمكيدة عشان توقعك فيها. المهم اللي انا عايز اقوله ان هي عندها قدرة ان هي اه بالكلام اللي بقول لك عليه ده مع الجديد اللي انا شايفه ده فهي تقدر ان هي. يعني ايه يعني حتى بص انا مش مش محتاجة اقول يعني حتى من النظرة بتاعتها نظرة ممكن تقول عليها مسيرة للشفقة. او نظرة من النوع اللي هو بتحاول تستثير الشفقة والرحمة من الناس. ايه دي بقى الستة اللي ممكن نقول شكاءة بكاءة منانة اي حاجة لها علاقة بالعرف انت الستات القديمة العجانة دي اهو يا الستة دي بتهمك كده بالزبط. فمع المكر مع الليلة دي كلها عفاكرة هي الستة دي لحد دلوقتي كده اللي انا شايفه ده هو الستة دي طيبة اصلا. وبجد انا بها الزبط لقية الستة طيبة. ولكن المشكلة فين ده? المشكلة رقم واحد زي ما قلنا من شوية الخصوصية. الستة دي الخصوصية عندها صفر. تمام? دي حاجة. الحاجة التانية الحاجة التانية ما عندهاش ردة فعل واضحة وصريحة. يعني من النوع اللي مش هيعرفك هو يعمل ايه? يعني من الاخر انت هتتفاجئ يا عباس لما يتقفل عليك الباب بالترباس. او من الاخر هتوعف الحفرة من غير ما تاخد بالك. او دي يعني هتعمل لك مشكلة او حاجة من هذا القبيل. لو انت مسلا قلت لها كلمة زعالتها حاجة ما عرفش ايه. يعني عارف انت لما مسلا بتتكلم مع واحدة زي دي كده وقلت كلمة غصبة عنك كده دايقتها او ما شابه. هي مش هتقول لك انها دايقت او ما شابه. ولكن هتحاول في ردة فعلها بقى. يعني مش ردة فعل التلقائية كده اللي هو على فكرة انت قلت كزا وعيب ومعرفش ايه. لا لا خالص هتلاقي ايه اللي بتعليك من غير ما تقول لك اصلا ان هي اه. النيها زعالت. فطبعا انت بقى هتتجنن وتتهبل واللي هو انا عملت ايه ما عملتش ايه وبتعملني معاك تليه ومعرفش ايه. فتبدأ انت بقى تغلط الست دي غصب عنك طبعا بسبب اسلوب الغريب بتاعها ده وهي طبعا مستنيا لك على غلطة. شخصية مستفزة. تمام? اي حد عنده الوجانات منفوخة وبرزة كده ده شخص مستفز. ده باسم الله الرحمن الرحيم يعني. بالاضافة زي ما قلت لك متحدث دارع جدا شخصية عندها قدرة على استصارة الشفقة والرحمة من الناس او عندها حتة الشكاء والبكاء ان هي والله هحصل وما هحصلش والدنيا غالية يا ابني والله ومعرفش عارف انت الناس اللي بتقول تتكلم بالطريقة دي. للاسف انا عندي حد قريب يعني بتتكلم بنفس الطريقة كده. بص في ملامح منهم يعني النص اللي فوقها تقريبا نفس الشكل تقريبا. المهم. المهم زي ما قلت لك هي الست بالامانة يعني بعيدا عن المشاكل اللي بتحصل وبعيدا عن اللي 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 حصلت دي. هي الستة طيب ما بيشفها حاجة. ولكن المشكلة والمصيبة في موضوع القيادة. زي ما قلت لك هي شخصية قيادية. ولكن قيادية من غير رد فعل يعني عامل زي الدحلة. يعني بالاخر شخصية الدحلة. يعني دي لو زعلتها هتقلب عليك. هي دي مشكلة الستة في ازا? ومشكلة ان هي هتقلب عليك دي هي مشكلة عليك هتموتك. يعني لا هي هتقلب عليك عشان ايه? يعني تخليك تنفذ اللي هي عاوزها من غير ما تطلب واصل. طبام? يعني هي يعني ممكن نقول يعني مش عايز اقول لك شخصيتها ضعيفة شوية وفي نفس الوقت عاوزة تتحاول تسيطر وتمشي كلمتها وخلاص. فبتستخدم الاسلوب اللي هو انا بقول لك عليه ده. طيب دي حد دلوقتي ما فيش مشاكل خبالك. يعني فيه ناس في العادي بتتعامل بالطريق دي. ولكن المشكلة وهما ادراك من مشكلة لما نشوف البنت. البنت حماتها من الاخر كده يعني بوجه معين. تمام? الوجه المعين من الشخصيات اللي انت صعب بتسيطر عليه. او من الشخصيات اللي انت ممكن نقول يعني من الاستحالة اللي انت تسيطر عليه او ان انت اصلا تمشي وجهة نظرك عليه. دي حاجة. الحاجة التانية البنت التانية الحصوصية عندها مرتفعة جدا. الحاجة التالتة الشخصية التانية سهل ان انت تستفزها او ان انت يعني تخلي تحرك مشاعرها وفي نفس الوقت ردت فعلها ردت فعل حصرية وقوية. يعني ايه? يعني متاخر الست دي استفزت البنت التانية والبنت التانية ما سمتش عليها. بس شكرا. ده ده اللي حصل تمام? تعال بقى والمشكلة بقى اللي هو انا الصراحة بقى انا هكلم كلامتي ايد او بقى في الشخصية اللي جاية دي اللي هو زوج البنت او ابن الست دي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نبدأ في الشخصية دي اولا وبسم الله الرحمن الرحيم الشخصية اللي قدامنا دي مش شخصيات اللي هو واحد كده بسم الله الرحمن الرحيم ما بيحبش تغيير او معنا صح يعني شخصية سابتة اه طموحه ممكن نقول سابت اه عارف انت الشخصيات اللي هي عادة تشتغل وظيفة معينة اللي هو انا شغال موظف شركة او ايا كان والشركة دي بتجيب لي عائد شهري وشكرا اللي هو يعني ما تقول عليش دماغي ماشي دي حاجة الحاجة التانية من نوع برضو اللي هو عاوز يوصل لأمور او الاهداف الشخصية بتاعته بطريقة سريعة او عاوز يوصل لها من غير من يطعب مجهود ويعمل يعني قصص لا مش عايزة نقص اه خلينا ننجز لبعض يعني ايه هاتلي الشغلانة دي انجز الشغلانة دي انجز وخلاص يعني اللي هو انا موظفه شكرا فهمت انت الفكرة انما تقول له مثلا حاول نطور ممكن تتعلم حاجة جديدة شغلانة دي ما عرفش كده وبرضو الغريب اللي انا شايفه دلوقتي ان الشخصية دي من الشخصيات اللي عندها رأي قوي يعني ايه رأي قوي يعني لما يكون في موقف احيزة كده بيقول رأيه من غير ما يخاف شخصية ممكن يقول مستقلة في الرأي يعني اه اه هو مستقلة في الرأي معينة واضح بالظاهر ان الولد ده مش ورا كلامه وخلاص صحي كده لأ لأ بالعكس الشخصية دي لأ عندها رأي مستقل الشخصية دي عندها ممكن نقول اه قوة في الشخصية ان هو يقول رأيه بكل صراحة ومن غير يعني من غير لف ودوران بقى زي ام امه بتلف ودور الشخصية دي لأ ما بتلفش ودور خلاص تبتقول انت واحد اتنين تلاتة وانت عملتوا هاتين تلاتة ما بيخافش يعني بلأ همال ايه المشكلة ومال بيمشوا ورا كلامهم ازاي هم اعرفش يا زي ما بتقال هو عنصيبك من الكلام اللي بدأ لأ هو بص انا احل الشخصية وربط لك الكلام كله مع بعض وفي الاخر وانت من اللي انت عايز تفهمه بها فزي ما قلت لك شخصة صاحبة رأي مستقل وفي نفس الوقت صاحب شخصية سابت شخص سابت سابت الفكرة سابت ان هو يتغير ويتحرك ويعمل كده فيعني موضوع ان هو يحط قاعدة وقوانين وحد يكسرها او حد ان هو يعني اه ممكن نقول يحاول يجادل معاه اصلا لو عايزين نغير معافش ايه عايزين نعمل مش عارف ايه الشخصية دي في الغالب هترفض رفضا تاما الحاجة التانية لما نرجع مسلا مسلا للأسف اه الحاجة التانية لما نرجع بقى لشخصية البنت اللي هي اه زوجته يعني اللي ضربت اه ولته هي مش شخصيات اللي عندها يعني عشق عشق في كسر القواعد والقوانين فطبعا اه ما اعتقدش ان هو هيكون سعيد الى حد ما في التواصل معاه او يعني اللي هو العلاقة الطبيعية يعني زي ما قلت لك شخصية سابتة والشخصية التانية من الشخصيات اللي هي عايزة تطير حرفين عايزة تطير وتروح وتيك ومعارش تعمل ايه المهم الحاجة التانية بقى ان الشخصية دي من الشخصيات انا مش عارف اقول ازاي ولكن يعني تقدر تقول كده اه ما عندوش مشكلة ان هو يأذي اي حتى لو عارف ان هو ما يستحقش كده حتى لو عارف ان هو ما عملش حاجة حتى لو عارف بص ايان كان الشخصية دي هتحاول تهيمن وتسيطر على شخص ما ممكن حتى ان هو ايه يعني اللي هو ايه اه عارف انت الشخص اللي هو يعني من الاخر ما عندوش حتة الغيرة تجاه العدل يعني شخصية من الاخر كده شخص ظلم يعني مش بيغير على العرض هو شابع يعني حاول تفهمها انت بقى انا مش اقول اكتر منك وفي نفس الوقت برضو بالشخصيات اللي هي صعبة التفاهم او شخصية عندها ممكن نقول مشكلة في ان هو يعني يتفاهم من من ناحية اللي هو انت عاوز كزا وان عاوز كزا فاللو ايه هنراضي بعض لا الشخصية دي ما عنداش الحتة دي خالص الشخصية دي عندها انا عاوز كزا انا اولا وبعد كده انا حاجة التانية لو تاخد بالك من الشفاف تقريبا كله عارف الموضوع ده الشخصية دي قلنا يعني لا تقولش على شخصية برده شخصية يعني ممكن هو كمان حتى بتقول كلام مستفز او يعني شخصية تقدر ان هي تستفزك برضو بالكلام ولكن ده الاهداف اخرى لاهداف ان هو لاهداف منطقية بالنسبة له يعني انا بمنطق الامور بالثاني على عكس اللي احنا كنا بنتكلم عنها موضوع الاستفزة اللي هو كان هنا ده لان الاستفزة اللي فوق ده ليعلقها بالمشاعر المهم يعني خلاص الشخصية القدامي الشخصية دي مش بتعجبها حاجة شخصية ممكن نقول آآ يعني من ناحية العطفي هو شخص ظالم شخص يعني ما بيقدرش يوزن الامور عطفيا ولكن هو بيستخدم العقل في ان هو يهيمن او ان هو يعني ايه آآ من الاحية كده برضو شخصية عندها دهاء ولكن الفكر ان هو مهيمن شوية وشخصية صعبة شخص حرفيا شخص صعب ولكن هو على التواصل العامل يعطيك اللي هو شخص تماما في شيء مشاكل ولكن هو على المستوى العامل هي هو اللي فيها المصيبة يعني موضوع زي ما قلت لك موضوع الغيرة وال ويا كده يعني ماشي فخلاصة الكلام وخلاصة الدنيا دي آآ التوافق بين وبين طبعا الزوجة ممكن نقول ضعيف جدا اللي اتنين بيحاولوا يسيطروا والاتنين بيحاولوا يهيمنوا وطبعا الموضوع ده هيكون صعب جدا ووالدته ممكن نقول شخصية ضعيفة فعملت الفتنة يعني آآ ده قصص الحوار واللي انا عايز اقوله دلوقتي بقى يعني في حاجات كده ده انت خبالك منها معاليش يعني اولا انا اولا انا مش بعرض الملامح انا جبتها انا بقول لك بس انا جبت الملمح من ايه للاصل الكلام ما انا بقوله ده جبته من اين صح انا بقول لك حصل واحد اتنين ثلاثة الحاجب ده بيقول واحد اتنين ثلاثة وهكذا صح كده بقولكش الشكل بالزبط ومعرفش ايه بالزبط وده بسبب ايه ده بسبب ان انتشر وباء وباء اعوذوا بالله اللي هو ايه بقى اللي هو يعني واحد شاف فيديو قديم ليه او فيديو الفلان قديم تاني بيقول ان الحاجة مسلا بيقول كده تمام مع ان ممكن تكون لحتي المعلومة دون غلوطة او مش اما ما علينا يعني او هو اصلا اخد المعلومة غلط يعني ما اخدهاش بنفس المعنى اللي هو تقال يعني اخدها فهمها زي ما بفهمها كده وراح بقى يطبق على شخص تاني فلما راح يطبق على شخص تاني ده مجهب حاجة تانية فالمعنى طلب غلط وظلم الشخص التاني ده مسلا وللأسف بيطلع ويتكلم في مجموعة يعني مش حيات اه ليه لوحده ولو ليه لوحده هو دي مشكلته هو انما ان هو يقوم الشرباء المعلومة دي فمسلا مرة فتحت جروب جروب كبير كده فبص لقيت كمية معلومات غريبة ما عارفش جاية منين ما عارفش اصلا منين ولما سألت طلع من فيديوهات لعندنا بس هما فهمها غلط فانت فهمت الفكرة فالله انا عايز اقوله ان موضوع ان انا اعرض المعلومات بالشكل القديم ده هعامل مشكلة كبيرة وانا صراحة مش عاوز اكمل في الجو ده فالو انت حتى فيه ناس اصلا انا معلش اللي انا اقوله بس فيه ناس اصلا درسة فراسة درسة كورسات فراسة تمام? وبرضو مش فهم الكلام ده انا طلعته ليه ومعنى ايه ومعرفش ايه? دي بقى المشكلة دي مشكلة انتشوفه انت هارس فين? وغالبا للاسف جايين من عند زفت الطين الغراب فانت اول بقى لك اخب بالك من الاشخاص الموصولين انت بتاخد منهم المعلومات لان زي ما قلت لك بسلسات يعني الشخصية اللي انا بقول لك عليها للغراب ده معلوماته طبعا كلها طبعا او معلومات يعني مغلوطة بيها كده الحاجة التانية حاول تاخد المعلومة بشكل منهجي اكتر يعني فلو عاوز تتعلم انا اعتقد يعني الكورسات الخاصة اصلا يعني حاجات يعني باسعار الطراب طبعا لو انت عاوز تتعلم العلم ده ولو عاوز تحليل شخصية مجاني هسيب لك آآ لينك في اول تعليق خش تعالى تواصل معايا بعمل تحليل شخصية مجاني الحاجة التانية اكتب لي بقى في التعليقات عاوزين نحلل مين او ايه القضية الموجودة عاوزين نحللها المرة الجاية او عاوزين نتكلم فيها المرة الجاية وشكرا سلام اشتركوا في القناة